اشتركوا في القناة ثلاثة ملابس فخمة جدا لأرثر مورغين وصراحة الملابس زي اللهب يعني فيه لبس اسود على اسود زي العسل وايضا عندك لبس جدا مخيف رح نسمي لبس السفاحة والقاتل الماجور اول شي رح تتوجه لخزانة الملابس الموجودة في المخيم ومن الخزانة رح تلبس اللي هو هذا الجاكيت رح تروع عند اللي هو كوتس او الخير رقم ثلاثة بعدها رح تلبس اللي هو الدستر كوتس او هذا الجاكيت زي ما تشوفون في الجاكيت طبعا هذا الجاكيت رح يكون عند الاشخاص اللي عدوا مهمة البنك حق الفالنتاين شفتوا لم تسرق بنك الفالنتاين ما يعطونك ملابس ويعطوك جاكيت اسود فهذا هو الجاكيت رح نستخدمه في هذا المقطع فلبس هذا الجاكيت بعدها رح تتوجه للجنرال ستور او محل الملابس طيب أول شي راح تروح عند الهوة الفيست بعدها راح تختار الهوة الكلاسيك فيست أو هذا الفيست زي ما تشوفون في الگيم بلاي الآن ورح تختار اللون أسود ضروري جدا يكون اللون أسود بعدها راح نتوجه لخيار البانس ورح نختار الهوة الـ Everyday Bans زي ما تشوفون في الگيم بلاي هذا هو بعدها راح نلبس اللون الأسود برضو أو اللون مقارب الأسود يعني رمادي لكن يميل أكثر للأسود بعدها راح نروح عند الهوة الـ Boots أو الجزم ورح نلبس الهوة Riding Boots أو هذه الجزمة ورح نختار لونها كالعادة أيضا أسود بعدها راح نتوجه لي الهوة الـ Shirts ورح نلبس الهوة الـ Stand Over Shirt أو هذا الـ T-Shirt الثالث واحد من تحت ورح نختار لونه أيضا أسود بعدها راح نتوجه لي الهوة الـ Accessories عشان نلبس الهوة الـ Gloves راح يكون الهوة Riding Gloves أو هذه الجلوفزات زي ما تشوفون ورح نلبس الهوة اللون الأسود منها أو الخيار الثاني أو اللون الثاني بالنسبة للهاتس راح نلبس هذه الطاقية المعينة ورح يكون شكلها بهذا الشكل زي ما تشوفون في الـ Game Play راح تلبسها ورح تخلي لونها أسود في أسود بالنسبة للـ Accessories أو الإضافات اللي ممكن نضيفها على اللبس أنت مخير فيها لكن إذا كنت بتسوي نفس لبسي سوي الآتي أول شي راح نأخذنا أنه هو أحزمة الكابوي خذ لك أي واحد يعجبك لكن أهم شيء أنه يكون لونه أسود الشيء الثاني راح يكون التزبيط حق الجزمة أو والله ما أدري لشي اسمه هذا لكن هذا هو شكله وضيفه باللون الأسود بالنسبة لحقة الكابوي هذه اللي يربطونها في نهاية الجزمة اختار أي شيء يعجبك لكن يفضل أنه يكون لونه أسود عشان يمشي مع اللبس حقنا طيب الآن كل اللي عليك أنك تضغط دائرة 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 عشان يطلعك من الكاتالوج بعدها راح تتوجه للـ Wardrobe أو غرفة تبديل الملابس عشان نعدل مجموعة من التعديلات البسيطة على اللبس لما تطلع لك هذه القائمة راح تروح عند الخيار رقم 15 أو اللي هو الـ Weapon Equipment بعدها راح تختار اللي هو الخيار الرابع بعدها راح تختار اللي هو الخيار الأول عشان يشلك الحزام اللي حاطه أرثر في كتفه يخلي اللبس ظاهر بشكل أحلى وانت براحتك إذا تبقى الحزام خليه وإذا ما تبغى راح تشيله من هنا زي ما وريتكم طيب كذا يكون مبروك عليك اللبس الأول الأسطوري هذا صراحة اللبس جدا جدا رهيب وأحلى ما فيه أنه أسود فأسود وكلنا نعرف أنه الجاكيتة الأسود السراويل السودة غالبا غالبا ما تحصلها بكثرة وفقط ممكن للي اشتروا الـ Ultimate Edition راح تجيهم أشياء أو ملابس سودة فخمة أما حنا ما لن نطقم أشياء من عندنا بالنسبة لللبس الثاني أول شي راح نروح عند الهوة الهاتس أو القبعات وبعدها راح نختار هذه القبعة ورح تأخذ لونها الرصاصي زي ما تشوفون في القيم بلاي بعدها راح ننتقل لي الهوة الكوتس أو الجاكيتات ورح نختار الهوة الشوتكن كوتس أو هذا الجاكيت زي ما تشوفون في القيم بلاي واختار اللونه أحمر أو أحمر غامق زي ما تشوفون في القيم بلاي أيضا بعدها راح نروح عند الهوة الشيرتس أو القمصان ورح نلبس الهوة القميصة الأسود هذا زي ما تشوفون في القيم بلاي ثالث واحد من تحت راح تلبسه وتأخذ لونه أسود بعدها راح نتوجه لي الهوة الفستس ورح نلبس هذا الفست أول واحد ورح ناخذ لونه أحمر غامق أو ثالث لون موجود عندك زي ما تشوفون في القيم بلاي الآن بالنسبة للبانس راح نختار الهوة الفانسي بانس ورح يكون في الصفحة الثالثة تقريبا وهذا هو زي ما تشوفون في القيم بلاي طبعا راح نختار لونه رصاصي فاتح مخطط زي ما تشوفون ضروري يكون هذا عشان يمشي مع اللبس الاسطوري حقنا بالنسبة لي الجزم راح نختار آخر جزمة تقريبا ورح تكون هذه هي الجزمة تقريبا سعرها 29 دولار وطبعا يختار لونها أسود في أسود عشان تمشي مع اللبس حقنا بالنسبة للقلوفز راح يكون اللي هو القفاز الثالث ورح تختار لونه أسود وأحمر أو أسود عودي طبعا بالنسبة للضافات البقية أنت مخير فيها زي ما قلت لك في اللبس الأول لكن أهم شيء أن يكون الحزام أسود عشان لا يبان أو يشطح اللون في اللبس طبعا بعد ما تضيف تعديلاتك الحلوة على اللبس كل اللي عليك أنك تضغط دائرة 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 عشان تطلع من الكاتالوج بعدها راح نتوجه للوردروب أو غرفة تبديل الملابس لما تطلع لك هذه القائمة راح تختار اللي هو الخيار رقم 13 أو النيكوير أو ربطاتها العنق ورح تختار أي ربطة عنق لكن يفضل تكون الربطة عنق سودا إذا ما كانت عندك ربطات عنق ترى تقدر تشتريها من محل الملابس اللي في مدينة السان دينيس اللي هو تيلر أيضا روح عند الهوى الوابن اكيوب منتس وإذا كنت بتشيلها شيلها أنت مخير لكن صراحة أنا حابها فهذا اللبس صراحة لأنه طالع جدا جدا فخم مع اللون الأحب وبكذا يكون مبروك عليك هذا اللبس الاسطوري جدا يلا ننتقل للبس اللي بعده بالنسبة للبس الثالث والأخير أو اللبس السفاح أو اللبس السيري الكيلر راح يكون بهذا الشكل أول شي راح تتوجه لي هو الكوتس أو الجاكيتات أو الخيار رقم 3 بعدها راح تضغط X على أي جاكيت بعدها راح تضغط مربع عشان يطلع لك جميع أشكال الجاكيتات بعدها راح نختار اللي هو الكلاسيك تيل كوت أو الخيار رقم 2 ورح نختار هذا اللون أو اللون الثالث الموجود عندك زي ما تشوفون في الجيم بلاي بعدها راح نروع عنده اللي هو خيار Fists أو الداخليات بعدها راح نلبس اللي هو هذا الفست أو هذا الخيار زي ما تشوفون في الجيم بلاي اللي هو الخيار الثاني من تحت بعدها راح نلبس أو نخلي لونه بني أو هذا اللون زي ما تشوفون أيضا بعدها راح تروع عنده اللي هو شيرتس ورح تلبس أي واحد أي قميص لكن أهم شيء أنه يكون اللونه أبيض بعدها راح نتوجه ليه اللي هو البانتس بعدها راح نروع عنده اللي هو جينز ورح نختار اللون الرصاصي أو آخر لون زي ما تشوفون بالنسبة للجزمة راح تكون أول جزمة اللي هو الورن بوتس ورح تختار لونها بني بالنسبة للقفازات راح يكون القفاز الثاني أو اللي هو الرايدينغ لوفز ورح نختار اللي هو اللون الرصاصي أو الرابع لون بالنسبة للتعديلات حق الجزم وكذا زي ما قلت لك أنت مخير لكن حاول بقدر الإمكان أنك تلبسه زي ما أنا ألبسه عشان يصير اللبسك أسطوري وعشرة على عشرة طبعا الآن كل اللي عليك أنك ترجع للوردروب زي ما قلتلك بعدها راح تضيف أقنعة للبس حقنا طبعا أي قناع ممكن يكون كويس على اللبس حقنا لكن صراحة أنا حبيت هذا القناع وأحسه مناسب بنسبة كبيرة جدا جدا للبس طبعا إذا ما كنت تعرف من وين تجيب هذه الأقنعة ترى هذه الأقنعة تقدر تجيبها من عند الفنس أو الشخص اللي يشتري منك الذهب يبع لك تقريبا خمسة إلى أربعة أقنعة بمبلغ معين وأقنعة جدا جدا فخمة طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم